موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله بإذن الله النهاردة الفيديو بتاعنا هيكون مقسم على الجزئين الجزء الأول هنتكلم فيه عن الأشخاص اللي تم قبلهم في المسابقة اللي احنا كنا عملناها سابقا وحابب كده أشرح بسرعة إن من حوالي أسبوع كنا نزلنا مسابقة على القناة بتاعتنا وكانت المسابقة دي عن خدمة التقديم لأي فرصة أو منحة طبعا الشخص يريدها فيه أشخاص بتكون غير قادرة ماديا وفيه أشخاص بيكون مستوى الدراسي كويس ما إلى ذلك فإحنا عملنا مسابقة والمسابقة دي قلنا هنختار منها عشرة أشخاص لكي يتم التقديم لهم على المنحة التي يختارون مجانا بدون دفع أي رسوم تمام كده خلينا دلوقتي نشوف عدد الطلبات اللي كانت وصلت لنا دي استمارة المسابقة تمام وتم ملء هذه الاستمارة من قبل الف ستومية وعشرة شخص تمام في الف ستومية وعشرة شخص ملقوا هذه الاستمارة أولا أنا حابب أشكر كل الناس اللي ملقت هذه الاستمارة وكانت يعني آآ تريد الاشتراك في هذه المسابقة والفوز فيها شكرا جزيلا لكم على سلقاتكم الكبيرة في قناتنا وإن شاء الله بإذن الله نكون دائما عند حسن الظن طبعا كان نفسنا إن كل العدد دا الألف وستمائة وعشرة اللي قدموا ملأوا الاستمارة إنهم كلهم يتم اختيارهم وإن إحنا نساعدهم في التقديم بشكل مجانا ولكن طبعا إن بيكون في ضغط كبير علينا وما بنقدرش اللي إحنا يعني نستقبل الكم الهائل دا فعلى قد ما بنقدر إحنا بنحاول نقدم المساعدة وإن شاء الله بإذن الله دي مش هتكون آخر مرة اللي إحنا نعمل فيها مسابقة إحنا إن شاء الله بإذن الله كل فترة هيتم عمل مسابقة جديدة تم فيها اختيار أشخاص آخرين برضو لكي يتم مساعدته والمسابقة دي إحنا كنا عملناها في يوم سبع نوفمبر وقفنا الاستمارة في 11 نوفمبر يعني كانت حوالي أربعة أيام تمام فإن شاء الله بإذن الله برضو في المسابقة الجاية هنزود المدة أكتر عشان ناس أكتر إن شاء الله تقدم وتستفيد بإذن الله ويتم مساعدتهم من خلاله خلنا دلوقتي نتكلم عن الأشخاص اللي تم قبولهم وهقول أسمائهم سريعا ومؤهلاتهم تمام الشخص اللي تم قبوله معنا أول شخص اسمه بشار مصطفى أبيد ده من لبنان وأنهى السنوية العامة ومقبل على الجامعة وعايز يقدم من خلالنا على منحة الحكومة التركية تاني شخص اسمه أمبهي أدهاه عبد الرحمن من موريتانيا وحصل على درجة البكالوريوس ويريد التقديم من خلالنا على منحة هولندا الشخص الثالث اللي معنا هي صارة فضل من الجزائر حصل على شارة البكالوريوس وتريد التقديم على منحة تدريب ألمانيا تمام الشخص الرابع أحمد كريم سلمان جدعان من العراق خريج هندسة حاسبات ويريد التقديم من خلالنا على منحة حمد ابن خليفة خامس شخص سكينة حجوم من المغرب حصل على دبلوم سياحة سارة شخص هو ألفا إبراهيم جابو من غينيا حصل على درجة البكالوريوس ويريد التقديم من خلالنا على جماعة حمد ابن خليفة سابع شخص صديق حسن إصحاق عبدو من السودان حصل على شهادة الثانوية ويريد التقديم على منحة حمد ابن خليفة مروى مصباح الملاح من فلسطين حصل على البكالريوس وتريد التقديم على منحة هولندا جماعة رادبود الشخص التاسع هو غلة زين من موريتانيا حصل على الماجستير وتريد التقديم على منحة حمد ابن خليفة والشخص العاشر سميا أحمد حنفي من مصر كلية الاقتصاد حصل على البكالريوس من كلية الاقتصاد وتريد التقديم على منحة زين غفورة تمام فدول كانوا العشر أشخاص سريعا اللي تم قبلهم طبعا تم تقييم العشر أشخاص دول بناء على المؤهلات على الحاجة المادية ما إلى ذلك يعني تم تقييم وفرز جميع الطلبات جميع كل شخص من الالف ستمية وعشرة اللي تم يعني استقبال طلباتهم تم فرز جميع الطلبات بحيث اللي احنا نختار الناس بمصدقية وشفافية وعلى اساس الحاجة أيضا تمام فان شاء الله زي ما قلت طبعا يعني بشكر جميع الناس أولا على ثقاتهم الغالية فينا والعشرة اللي احنا قلنا اسمعهم ان شاء الله بإذن الله اليوم هيتم التواصل معهم وهنبدأ نرتب معاهم عشان يتم التقديم ديهم على المنحة اللي هم اختروها ويتم التقديم مجانا وتوفير جميع المتطلبات اليوم ان شاء الله طبعا شكرا جزيلا لكم وان شاء الله بإذن الله انتظرونا في مصابقات قادمة وطبعا الاشخاص اللي لم يحليفهم الحظ في المصابقات عارفين طبعا اللي احنا بنقدم ايه الخدمات فا آآ يريد التقديم من خلالنا ايضا على الخدمات الاضافية خدمة التقديم فطبعا ده متاح برضو ايضا تمام كده طيب خلينا دلوقتي آآ نتكلم عن منحة النهاردة بالنسبة للمنحة اللي معانا النهاردة هي منحة ممتازة جدا وهي فرصة تدريب في امريكا تمام والفرصة دي فرصة ممولة بالكامل وفرصة شاملة لكل الاشياء خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن هذه المنحة المنحة دي زي ما قلنا اسمها منحة تدريب صيفي تمام ده اسم المنحة آآ والمنحة دي في الولايات المتحدة الامريكية الجهة المقدمة لهذه المنحة هو او هي تمام دي الجهة اللي هتقدم او هتستقبل الاشخاص للحصول على هذا التدريب طيب بالنسبة للدول المتاحة للتقديم في هذه الفرصة جميع الدول متاحة للتقديم سواء انت من دولة عربية افريقية اسيوية تقدر تقدم على الفرصة دي بكل سهولة طيب بالنسبة للمرحلة الدراسية الفرصة دي متاحة لجميع الطلاب والخريجين يعني لو انت مثلا مخلص بكالريوس مجيستير دكتوراه مخلص سنوية عامة بتقدر انك تقدم على الفرصة دي بتدرس حاليا في اي درجة علمية برضو متاح لك التقديم هي متاحة بشكل عام لجميع الطلاب والخريجين مدة البرنامج او مدة التدريب ده هيكون شهري تمام كده والتدريب ده هيبدأ من اتنين وعشرين يونيو حتى واحد وعشرين اغسطس الفين واحد وعشرين تمام دي هتكون مدة التدريب طيب خلينا نتكلم عن التمويل اللي عندنا اول حاجة المنحة دي بتوفر لك تذاكر الطيران مجانا يعني انت تذاكر الطيران من بلدك الى امريكا هتاخدها مجانا مش هيكون في اي تكاليف او اي مصاريف كل التكاليف هتكون على حساب الفرصة تاني حاجة مرتب قدره تلات تلاف وخمسمائة دولار امريكي شهريا تمتخيل يعني في ناس ممكن تشوف المبلغ ده تقول ايه ده يعني فيه منحة تدي مبلغ زي ده كبير للدرجة دي اه فيه منح بتكون منح يعني ضخمة وتمويلها ضخمة جدا وبتكون ممولة من مؤسسات كتيرة فبالتالي بتضخ مبالغ كتيرة جدا لمساعدة الطلاب والاشخاص تمام فانت هتاخد تلات تلاف وخمسمائة دولار يعني انت كأنك رايح مسلا انت ممكن تلات تلاف وخمسمائة دولار دور تتدخر منهم مبالغ كويسة تمام اه بالاضافة كمان ان المرتب ده انت مش تدفع منه تكاليف سكن لا ده السكن هيكون مجانا على حساب المنحة انت مش تدفع اي تكاليف للسكن كمان هيكون فيه توفير لواجبات الطعام داخل الجامعة السكن هيكون داخل الجامعة واجبات الطعام هتكون داخل الجامعة ايضا في آآ الكنتين الخاص بالجامعة تمام كده آآ كمان من ضمن المميزات في الفرصة دي توفير خطاب قبول للحصول على التأشيرة بكل سهولة بدون حساب بنكي او تعقيدات طبعا الناس كتيرة يعني او كل الناس عارفة بشكل عام ان الفيزا او التأشيرة الخاصة بدولة امريكا من الصعب الحصول عليها وبتطلب حساب بنكي واوراق كتير وتعقيدات انما الفرصة دي هتوفر لك خطاب قبول خطاب قبول ده حضرتك انت بتاخده بتاخد صورة جواز السفر بتاعتك لما يعني انت خلاص بتتقابل وبتروح للسفارة اللي موجودة ببلدك سفارة امريكا وبتديهم الاوراق دي وبتملى فورم التأشيرة وانت ما بتعملش اي حاجة بعدها كل حاجة بتصدر لك بسهولة لانك مقدم على برنامج ممول بالكامل انت مش محتاج حساب بنكي مش محتاج اي اشياء معقدة كل شي بخلاص لك بسهولة تمام كده يبقى ده بالنسبة للتمويل وتمويل ممتاز وراتب شاري كبير جدا طيب التخصصات المتاحة في هذا التدريب طبعا التدريب ده ما ابدائيا هو متاح للجميع تمام ولكن التدريب ده حيتم منقشة فيه تخصصات كتير من ضمنها حاجة اسمها المعادلات التفاضلية والحساب العلمي علوم الكمبيوتر الهندسة والتوافقية المالية والاقتصاد العلوم الفيزيائي والهندسة الاحياء العلوم الاجتماعية طيب انت لو شخص اه مثلا انت بتدرس حاجة تانية غير التخصصات دي ونفسك تقدم على هذا التدريب وتدرس حاجة معينة او تاخد تدريب في حاجة معينة من هذه الاشياء متاح لك هي متاحة لجميع التخصصات ولكن انا بتكلم هنا على التخصصات اللي هيتم مناقشتها هناك اللي انت هتاخد فيها التدريب تمام فدي برضو هتكون حاجة ممتازة جدا لتقوية معرفتك اذا كنت انت بتدرس هذا التخصص او انك بتحلم انك تاخد تدريب في هذا التخصص او تعرف عنه اكتر تمام كده طيب هنا عندنا ملاحظة هزي المنحة لا تحتاج شهادة لغة عند التقديم المنحة دي مش مطلوب فيها ولا اي شهادة لغة انت بتملق عادي جدا زي ما هنشوف بعد شوية ومش مطلوب فيها اي شهادة لغة في المنحة دي يجب ان يكون سنك على الاقل تمنتاشر سنة مش مسموح للناس اللي اقل من تمنتاشر سنة انها تقدم تمام الناس اللي اعلى من تمنتاشر سنة مسموح لهم بدون حد اقصى لعمر ولكن اقل من تمنتاشر سنة غير مسموح التقديم بالنسبة الاوراية المطلوبة في هذه المنحة اه لازم يكون معاك كشف الدرجات اللي هو زي يعني يجب توفير شهادة تخرج بتاعتك او كشف في كل المواد اللي انت درستها ازا كنت مسا تخرجت او لسه حاليا بتدرس تمام فلازم تجيب كشف اه بالمواد اللي انت درستها تاني حاجة السي في بتاعك السيرة الزاتية بتاعتك لازم تكون موجودة وتالت حاجة اتنين خطابات توصية اونلاين تمام مطلوب يتم وضع التوصيات عدد اتنين بشكل اونلاين طيب دي الاوراية المطلوبة وحاجة بسيطة جدا مش معقدة اخر موعد للتقديم فيها زي الفرصة هو اتناشر فبراير الفين واحد واشرين ده اخر معاد للتقديم فيها زي الفرصة فطبعا تقدر تشوف الحاجات اللي انت محتاجها وتبدأ تجاهزها عشان تقدم فيها زي الفرصة هنا عندنا ملاحظة ان قناتنا قناة منح من كل الالوان بتوفر خدمات اضافية زي خدمة التقديم بشكل احترافي لاي فرصة ومنحة انت عايزة يعني لو عايز تقدم ان خلالنا على هذه الفرصة متاح وفي خدمة تانية اسمها خدمة تجهيز الاوراية بشكل احترافي عشان تستخدمها في التقديم لاي فرصة ومنحة انت تريد وطبعا لو عايز اي خدمة من هذه الخدمات بتلاقي رابط استمرت كل خدمة موجود في صندوق الواسفة لايه الفيديو بتملاقوا واحنا بنتواصل معاك ان شاء الله وبنرتب معاك كل شيء للتقديم لك على المنحة اللي انت عايزة طيب هنا انا هتطلقو لينكين ده الاعلان الرسمي للفرصة تمام بتيجي تضغط على لينك الاعلان الرسمي عشان يفتح معاك الموقع الرسمي للفرصة وده الموقع الرسمي للفرصة هتلاقي في كل التفاصيل هنا هتلاقي الراتب اللي انا كنت قلته تلات تلاف خمسمائة دولار هتلاقي ان هي بتشمل وجبات الطعام السكن تذاكر الطيران موجودة هنا تذاكر الطيران تمام آآ كل التفاصيل تم ذكرها الموعد بتاع البرنامج هيبدأ امتى كل الاشياء تم ذكرها في الموقع الرسمي الاوراق المطلوبة اهيه اللي انا كنت وضحتها فكل ده آآ تم آآ يعني او مذكور في الموقع الرسمي للمنح طيب خلينا دلوقتي نشوف كيفية التقديم لهذه الفرصة هاتيك تضغط على كلمة قدم الان او قبل ايه ناودي عشان افتح معاك تعالى التقديم تمام طيب تعالى التقديم حيفتح معاك بهذا الشكل تمام كده ده تعالى التقديم طيب انت كمستخدم جديد محتاج تعمل ايه محتاج تعمل آآ زي انك تعمل الاول كاريات اميل وباسورد على موقع المنح تمام كده طيب انا بالفعل يا جماعة كنت السنة اللي فاتت او مش السنة اللي فاتت يعني في السنة دي في بداية سنة الفين وعشرين كانت المنحة دي اه برضو مازالت متاحة وانا اعلنت عنها اه في شهر يناير الفين وعشرين فانا بالفعل شرحت المنحة دي سابقا لما كانت فتحة فطبعا وشرحت كيفية التقديم فانا مش مش هعمل طريقة التقديم مرة اخرى عشان ما يبقاش في اه اعادة نفس الحاجة تمام فانا هحطلكو رابط الفيديو السابق اللي انا كنت شرحت فيه هزي المنحة وهتلاقي في هزي المنحة اه حاجات باستفادة اكتر او شرح باستفادة اكتر عن كافية التقديم يعني في الفيديو الاخر اللي تم عمله مسبقا هتلاقي فيه كيفية التقديم وهامشي معاك خطوة بخطوة في التقديم تمام كده فعشان بس انا مش هيكمل هنا الجزية دي عشان ما يبقاش فيه تكرار لالحاجة نفسها طيب يبقى خلينا نقول نبزة سريعة كده ان المنحة دي مميزاتها كتيرة راتب شهري تلات تلاف وخمسمائة دولار توفير خطاب قبول حصول على التشير بكل سهولة تذاكر طيران ساكن واجبات طعام متاحة للجميع طلاب خريجين بدون حد اقصر العمر بدون شهادة لغة ومنحة ممتازة ممتازة جدا تمام فلو حابين تقدموا عليها ياريت اخر موعد للتقديم اتناشر فبراير الفين واحد وعشرين وان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفير ولا يقول لكم في هذه الفرصة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته